سيدة إمهنة سمعت لما قاله السيدة عبد الساتر هل ما قاله هو الحقيقة؟ مساء الخير أستاذ حازم إلك ولضيوفك طبعا مش قصة حقيقة ولكن لكل طرف لكل وجهة لكل مجموعة خلينا نقول في عند وجهة نظر بالحرب اللي دائرة بغزة منذ البداية تحولت الجبهة الجنوبية في لبنان إلى جبهة إسناد لغزة هنا السؤال هو أين وحدة الساحات من ما يجري في المنطقة؟ يعني غزة هي من تدفع سمن تدفع حرب إسرائيل عليها وهي حرب بالبداية لماذا؟ يعني هدف هذه الحرب لماذا اشتعلت ولماذا قامت هذه الحرب؟ إذا كان هلأ كل مطلب محور الممانعة هو وقف لإطلاق النار إذن شو الهدف كان من هذه الحرب؟ الهدف كان تحويل لغزة إلى مقابر جماعية الهدف كان مقتل 25 ألف غزاوي تهجير أكثر من مليونين ما هو الهدف الأساسي من عملية توفان الأقصى؟ إذا كان هو مطلب الآن المطلب الإيراني والمطلب مطلب حزب الله يعني كل محور الممانعة هو وقف إطلاق النار ومن ثم الحديث كما أصبح متداول والأمين العام حزب الله سيد حسن نصر الله قال أننا أمام فرصة تاريخية وأيضاً السفير الإيراني في سوريا قال أن هناك رسالة وصلت لهم عبر دولة خالجية إذن ما الهدف؟ من حدمت؟ الحزب يقول سيدة مهنة أن حزب الله فتح جبهة لمشاغلة الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة والآن يربط عودة الهدوء بوقف الحرب على القطاع وهذا يعتبر بالنسبة للحزب إنجازاً عسكرياً أين الإنجاز العسكري؟ لو سمحت لي بمقتل يعني ذهب 170 عنصر حتى الآن لحزب الله قادة من النخبة من فرقة الردوان ذهبوا في هذه الحرب أين هي يعني صحيح تتحول وأيضاً لا ننسى أنه المنطقة الجنوبية كل قرى جنوب يعني تهجر أبناؤها معطلة عن العمل ماذا يعني ماذا استفاد حزب الله من إشغال الجيش؟ هل توقفت الحرب في غزة يا ترى؟ هل توقف القتل في غزة؟ ماذا يعني بماذا شغل؟ بالعكس يعني فتحت إسرائيل جبهة شمالية وجبهة على حدودها الجنوبية يعني لا طائل من إلا تحويل البلد إلا تحويل البلد واستباحة البلد للطيران الحرب الإسرائيلي وقتل الأبرياء وتوقف أعمالهم عدا إذا أضفناها إلى كل الأزمات البلد الاقتصادية وغيرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر